كل سنة وحضراتكو طيبين عيد سعيد علينا جميعا عيد الأطحى المبارك لازم في بداية يومنا النهاردة وإحنا بنحتفل بالعيد ان احنا نبتدي يومنا بفقرة دينية نتكلم عن عيد الأطحى نفهم أكثر عن عيد الأطحى والمغزى من ان احنا نضحي والضحية قصوة بسيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل معايا في الفقرة ومشرفاني في الستوديو الدعية الإسلامية الأستاذة إيناس مصطفى صباح الخير يا فندم صباح النور كل سنة حضراتك طيبة كل سنة حقيقة طيبة أستاذ أشرف كل سنة كل استاذ المشاهدين بخير وصحة وسلام كل عام وأنتم إلى الله أقرب ومن الشيطان أبعد كل عام وأنتم من الطائعين الذاكرين كل عام ومصر حبيبتي بخير كل عام وكل أمة الإسلام بخير وصحة وسلام ربنا يديك الصحة والعافية يا رب حضرتك ايه المغزم يا عيد ايه المغزم ان احنا لازم الصبح نضحي بعد من صلي صلاة العيد يمكن انا هبتدي الأول بكلمتك أستاذ أشرف حياتك قلت لنا ايه العيد عايزين نفهم احنا ليه النهاردة بنحتفل بالعيد هو ايه العيد العيد له معاني رائع العلماء اللي هلنا العيد له معنى النهاردة يوم العيد ده يوم الحصاد نعم يوم العيد ده يوم الشكر رب العالمين سبحانه وتعالى اننا اتميت العبادة بمعنى ايه العيد بيأتي رب العالمين سبحانه وتعالى يدي جيزة كده للناس الطائعين اللي قعدوا فترة يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ويجتهدوا في هذه العبادة واحنا لنا عيدين عيد الفطر وعيد الأطحى فعيد الفطر بيأتي بعد فترة من الاكتهاد والعبادة والصيام والقيام وقراءة القرآن وييجي بعد كده العيد الأطحى هذا العيد بييجي أيضا بعد العشرة الأوائل منذ الحجة في الأيام دي احنا اكتهدنا في العبادة صمنا وصلينا وقرأنا القرآن وقدمنا من الخيرات واكتهدنا وكانت الأيام دي بيقول عنها صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قالوا ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك في شيء فبعد فترة العبادة والاكتهاد في هذه الأيام المباركة اللي كان العمل الصالح فيها أفضل العمل واللي كانت أفضل أيام الدنيا عند رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي يوم الحصاد ويوم الجائزة نعم ربنا سبحانه وتعالى بعد فترة الاكتهاد والتعب دي يديني بقى جائزة الثواب الأجر وكل حاصد كل زارع يحصد اللي زرعه اللي زرع خير هيحصد يوم العيد الخير الأجر والثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى واللي زرع طول الفترة دي شر يعني معاصي وهجر لعبادات رب العالمين سبحانه وتعالى والبعد عن الله سبحانه وتعالى كل ده هيأتي في النهاية وهو الحصاد بتاعه رضيء وسيء نعم فنسأل رب العالمين سبحانه وتعالى إن احنا في يوم العيد يكون الحصاد بتاعنا حصاد طيب بعد فترة الاكتهاد والعبادة في يوم العيد إحنا بنتأمل معنى جميل أوي معنى شكر رب العالمين سبحانه وتعالى إن وفقنا لأداء العبادة والاكتهاد في العبادة لولا الله لولا رب العالمين سبحانه وتعالى ما صلينا ولا تصدقنا ولا قمنا ولا فعلنا لولا أن رب العالمين سبحانه وتعالى وفقني في يوم العيد بس تشعر معنى رائع الحمد لله رب العالمين أن وفقتني لفعل الخيرات الحمد لله رب العالمين أنا استطاعت أن هو يوفقني كده أن أنا أقف أصلي وصوم وأقدم الخير وأخدم الناس وأعمل كل هذه الطاعة ومن شكر بقى نقابل في يوم العيد شكر على إن ربنا سبحانه وتعالى وفقني في الفترة الماضية على أداء هذه العبادات أني لا أنقطع عن الخير أبدا أظل هكذا طول العام ويبقى دي من المعاني الجميلة في يوم العيد النهاردة يوم سعادة وسرور وفرح دي من المعاني الجميلة للعيد في الإسلام أستاذتي هل في مؤشرات مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيبعثها للإنسان المسلم المطيع لله اللي بيقدي كل الفرائد وبيقدي كل العبادات أنه هو مثلا يحس بطريقة أو بأخرى أن ربنا راضي عنه أيها علماءنا كان يقولولنا فيه فعلا علامات لقبول العمل وكان سيدنا علي بن أبي طالب يقول كده للناس يقول كونوا أشد اهتماما بقبول العمل من العمل نفسه يعني أنا عملت العمل وأديته ويبقى المؤمن بقى حاله كده يا ترى ربنا تقبل مني ولا وفعلا فيه علامات أن ربنا سبحانه وتعالى وفقني الخير تقبل مني الأعمال منها مثلا أن رب العالمي سبحانه وتعالى ألاقي يوفقني لمزيد من الطاعات بعد ذلك لأنه الإمام من القيم بيقول لنا كلمة جميلة بيقول لنا بأن الحسنة تستوحش يعني الحسنة ما تحبش تقعد لوحدها الطاعة ما تحبش تقعد لوحدها عايزة أخت عايزة رفيق عايزة صاحبة نعم فرب العالمين لما أعمل طاعة يتقبلها مني يوفقني من العلامات أنه يتقبلها مني يوفقني لمزيد من الطاعات تبقى حياتي كلها سلسلة من الطاعات من علامات قبول الطاع أيضا أن أنا ألاقي نفسي وأنا بصلي وأنا بصوم وأنا بقدم الخير وأنا بتصدق ألاقي نفسي بستشعر حلاوة هذه العبادة بعدما كنت بقف بصلي كده بشكل حركاته بس ألاقي نفسي بصلي وأتلذذ بالصلاة ألاقي نفسي وأنا بصوم بتلذذ بهذه العبادة ألاقي نفسي وأنا بتصدق بستشعر المعنى أنه هذه الصدقة تقع في يد الله سبحانه وتعالى وأبقى سعيدة ومبسوطة وأنا بنفق في سبيل الله تعالى ودي من العلامات التلذذ بالعبادة تصبح الصلاة دي قرة عيني في الصلاة فرحتي وأنا بصلي بستنى وقت الصلاة من العلامات أيضا أننا لما أشوف حرم من حرمات الله سبحانه وتعالى تنتهك يعني حد بيعمل حاجة غلط أو حرام أغير على إسلامي أغير على ديني وأنا بفعل الخير والطاع أحب أن كل الناس تفعل الخير والطاع فنسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن نفوز بهذه العلامات وربنا يتقبل منه يا رب جميعا والمشاهدي نهارك سعيد كمان طيب ليه أولا خلينا نقول هل كل واحد عليه أنه هو يضحي يعمل أضحية دي سنة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم للقادر اللي معاه فلوس للقادر اللي معاه فلوس في يوم هذه الأضحية يسن لنا المسلمين أنهم يضحوا تأسيا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فإذا هي سنة وليست هي سنة للقادر كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هو ضحى بكبشين أملحين أقرنين ودبحهم بنفسه صلى الله عليه وسلم عشان كده في ناس بعض الناس يعني تحب حتى تعمل زي رسول صلى الله عليه وسلم وتتعلم الدبح وإن كان صعب على بعض الناس فهي من العبادات الرائعة اللي احنا بنعملها تأسيا برسولنا الكريم بعد صلاة العيد مباشرة الآية الكريمة فصلي لربك وانحر الصلاة أولا وبعد كده ننحر يعني نقدم الأضحية هاستأذنك نفكر الناس المفروض الأضحية دي تتوزع ازاي يعني هي من السنة من سنة ان احنا نقسمها تلاتة زي ما صلى الله عليه وسلم أوصانا انه كلوا واتدخروا وأطعموا يعني بنقسمها تلاتة ثلث بنوزعوا على الناس الأهل والأرقارب والفقراء هدية بنديها للناس ندخل الفرح والسرور وأدخل السرور على أهل بيتي كمان ويكلوا من الأكل ده وكمان أدخر منها لو أنا عايز فأقسمها لتلاتة ويمكن دي من الحاجات والمعاني الرائعة نعم انه أكتر حاجة تدخل السرور على الإنسان اننا أهدي تعطيه هدية والحاجة كمان الهدية المادية اللي أنا بدؤها ويفضل طعمها فوقي تظل يظل معناها ويظل تأثرها في النفس فترة طويلة فعايز رب العالمين سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يكون معاني الفرح والسرور آل مادية تقدم للمسلمين في ذلك اليوم نعم في بعض الناس يقولك أنا مش عايز أخذ التلت بتاعي لا أنا عايز أوزع كل الأطهر هو يسني لي ذلك ويبقى أخذ الثواب والأجر لو هو عمل كده أخذ الثواب والأجر ولو هو وزع كله أخذ الثواب والأجر ويمكن فيه كثير من القادرين فعلا اللي طول السنة بيكلوا لحمة نعم فبيبقى عايزي الأطحية دي وزحها على الناس والفقراء أو فيه من الناس اللي بتحب تحتفظ بجزء من الأطحية في بيتها لأولادها أو فيه فعلا إحنا يعني في بعض البيوت عندهم مثلا يوم أو يوم لأ بيكلوا لحمة ففعلا بيبقى هو مش عايز يشيل هو عايز يضحي بكل الجزء الفقراء والمساكين فيجوز لنا نحن نعمل كده إن شاء الله ويساني لنا نحن نوزحها بالطريقة اللي احنا عايزنا هل الأطحية لازم تكون خروف؟ لا مش لازم تكون خروف تبقى إيه أو إيه أو إيه؟ ممكن القبل وممكن البقر كمان يعني سؤال غريب شوية يعني هو لازم القبل يعني خروف أو بقرة أو جمل بس أم التلاتة دول هو كانت العادة زمان أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام إنه الناس كانت بتعمل كده في وقته في الوقت بتاع سيدنا إبراهيم كان الراجل لما ييجي يلاقي فيه مصيبة أو ابتلاءات أو كوارث يعمل إيه؟ يوم جايب أغلى حاجة عنده ابنه يجيب عيل من عياله ولد من أولاده ويدبحه تقربا لله علشان يمنع عنه غضب رب العالمين سبحانه وتعالى فرب العالمين سبحانه وتعالى علشان يمنع هذه العادة السيئة اللي كانت موجودة عند الناس فحدثت بقى الحادثة الشهيرة بتاعت سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ونزل بقى الكبش اللي هو يفتدي به أنه نبطل لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى أشفق على الناس أشفق على الإنسان من الإنسان نفسه يعني الإنسان دبح ابنه لكن ربنا سبحانه وتعالى مش عايز حاجة زي كده أبدا تحصل للناس ويمكن دي كانت من العادات القديمة فنزل رب العالمين سبحانه وتعالى الكبش اللي فد بيه سيدنا إسماعيل وكل الناس بقت تعمل كده رأي حضرتك إيه في شبه بقت موضة أو بقت نقدر نقول كثير من الناس بيقوموا بكده أنا مش عايز أتبح ومش عايز يعني أشوف الدم وأنا حعمل حاجة اسمها أصق الأضحية أيوة رأي الإسلام إيه في الموضوع؟ هو يجوز أن أعلماءنا أجازوا ذلك كثير من أعلماءنا أجازوا ذلك وكمان في بعض يعني الموضوع مش موضوع أن أنا أتبح واشوف الدم واخد تلتها يعني الموضوع مش ده يعني مش الموضوع هو المنظر ده هو الإمام ما وراء ذلك موضوع تقديم الأضحية لله رب العالمين تقديم المعنى ولكن الحقيقة وإحنا بنحضر كل هذه المراسم وإحنا بنستشعر ده رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بيقول لنا كده بيقول لنا ما عمل آدمي عمل أحبه إلى الله تعالى في يوم النحر من إهراء قدم يعني ويقول لنا صلى الله عليه وسلم أنها تأتي بأشعارها وأضلافها يعني تأتي بكل جزء فيها وأقرانها بتأتي يوم القيامة كده أخذ عليها ثواب وأجر فهو الحقيقة وإحنا بنشهد هذه المناسك أنا وأنا بشهد ذلك بتذكر المعاني الرائعة اللي حصلت والقصة بتاعت سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل بتذكر أن أنا بأعمل طاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى بتذكر أن كل جزء من هذه الأضحية هيجي ليوم القيامة إن شاء الله يشهد لي وأخذ عليه أجر وثواب يعني رسولنا الكريم بيقول لنا كده أنها تأتي بأضلافها وأشعارها وقرونها وأخذ عليها ثواب بالرغم من أن الأضحية قطعت يعني خلاص هي معالمها كلها انتهت ومع ذلك رسولنا الكريم يقول لنا كل حتة فيها هتيجي زي ما هي كده واخذ عليها الأجر والثواب فيعني من الجميل أن أنا أشهد ذلك وأستشعر المعاني وأستشعر ولكن لو مش عايز تعمل الموضوع ده ممكن أنك أنت توكل أحدا أنه يضحي عنك وده حلال طبعا اللي أنا حقوله دلوقتي ده أكيد برضو كان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أنك أنت مثلا تكون عايش في بلد مش إسلامية أو بلد ما فيهاش موضوع العيد الأضحى فهل فيه إمكانية أن أنا أضحي مثلا وأقول لي مثلا قريبي ضحيلي كذا 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 وأنت في مصر ووزع الأضحية أو مثلا في بلد أنا مش شايف أنها فيها ناس محتاجة بالشكل ده في بعض المسلمين السنة دي قدموا الأضحية بتاعتهم لأهل الصمور كويس قوي فيعني استشعارا أننا فيه جزء كده من بلاد المسلمين المسلمين موجودين في مكان تاني بيعانوا من هذا الأمر وإحنا نتمنى أنه فعلا هذه الأمور لو إحنا بقى أمة إسلامية كبيرة والأمور عندنا بتتم بشكل مؤسسي يعني فيه مؤسسة كبيرة مثلا على مستوى كل الدول العربية والإسلامية تنظم هذا الموضوع وبالتالي فيه دول فعلا عدد سكانها قليل جدا وبتقدم عدد كبير من الأضحيات أو فيها من الأغنياء الكثير دولة تانية عدد سكانها كبير جدا وفيها الكثير من الفقراء وفعلا نعمل تكافل زي ما احنا بنعمل جوة البلد بتاعتنا تكافل نعمل على مستوى أمتنا الإسلامية كلها تكافل أنه احنا نشوف أكثر البقاح حاجة لهذه الأضحية ونوجهها لها ويمكن ده من المعاني الجميلة جدا كان الشيخ الشعراوي بيقول لنا كده عن الحج بيقول لنا بيقولنا الحج ده مؤتمر عالمي دعا إليه رب العالمين فاستجاب له المؤمنون بيقول لنا لو استفاد الناس من الحج من المظاهر اللي احنا بنشوفها دي لو استفاد الناس من الحج استفادة جيدة لا كانوا أصبحوا كما وصفهم صلى الله عليه وسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا